قلت لها دام من ربع التك توك ما عليكم شرحة وواجهت مرة في أرض المعارض لين ما شفت فيديو واحد وهو اللي خلاني أطلع أتأكد وراح أحط ويهك وما راح أغبش عليه الناس قاعدين يأخذون عزاهم الحين اللي قال فيه أثار رمي اللي قال الرنك لو إنه لغم كان انفجار اللي قال للطير ليش حي ويصير المحقق كولن على راسنا أحب أقول لك يا نواف هل تعلم أننا نعلم أنك لا تعلم لا حول ولا قوة إلا بالله العنى الله آبو الترند اللي على غير سنع يا أخي وأنا بهالفيديو أبتكلم عن موضوع الله يرحمهم والله يجعلهم شهداء أثنين كويتيين في راحة العراق وتوفوا وإن شاء الله الله يتقبلهم شهداء لكن بعدها الحادثة أنا أتقبل في بيان من وزارة الخارجية الكويتية أتقبل أتقبل بيان من الأدلة الجنائية أتقبل بس كل من هب ودب قام يحلل وقام يركب الترند وبعدين الأهالي المتوفين الله يرحمهم بحالة عزة مو وقته وأنا أدري بتقولولي طلال أنت الحين حالك من حالهم تبيل الترند على جراح الناس برد عليك من أول ما طلع الموضوع لي هاللحظة وانا ساكت ويشهد الله أنني أسكت لين ما شفت فيديو واحد وهو اللي خلاني أطلع أتأكد وراح أحط ويهك وما راح أغبش عليه تخيلوا واحد أقسم بالله والله أني ما عرفته إلا من إعداد الحلقة وواجهته مرة في أرض المعارض وقلت له أنت ويهك مرة علي قال لي تيك توك ما تيك توك قلت لا دام من ربع تيك توك ما عليكم شرها قال لي لا يا أبو عدنان أنا ما أسوي تحديات وكذا وطلع يسوي تحديات ويكب على ويهك طحين حالة حالة أغلبية مو هذا موضوعي تخيلوا واحد راح أحط الفيديو مثل ما قلت لكم راح لمكان الحدث راح للعراق وقاعد يصور فيديو ويلتمس عذر حق منه للقتلة ومباشر إيه لا شوف الفيديو برجع لكم مرة الحماية اللي كانت معاهم كانوا يحذرونهم يا جماعة لا حديش المنطقة هذي والله يقول يعاندون ويوقف بنص المنطقة يوقف يقول شذي ما جزي سبحان الله أي واحد كانوا يعاندون ويرحون وصار اللي صار انفجر فيهم اللغم مو عيب تطلع وتقول يعاندون وكانوا يعاندون الناس قاعدين يأخذون عزاهم الحين وللحين ما في جهة صرحت بالتصريح الصحيح في محللين يحترمون لهم راي اللي قال فيه أثار رمي اللي قال الرنك لو أنه لغم كان انفجار اللي قال الطير ليش حي فيه تحليلات منطقية وانا ما أقول لحد يتكلم الموضوع صار راي عام وطلع عامهم تكلم ما أقول لك تتكلم لكن تكلم ممكن تحذر من الذهاب لأماكن غير عامنة ماشي تترحم عليهم ماشي لكن تطلع تقول الله يرحمهم كانوا يعاندون عيب ويا ليه توقف عند شذيه لا 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 الريال عنده الخبر الصحيح خبر الصحيح بعد الإجراء والمكالمات بعد الاتصالات أنا ما بيأسمع الخبر الصحيح منك تخيل يعني ما بيأكمل الفيديو وأسمع الخبر الصحيح منك أنت لأن السؤال الكبير أنت بصفتك شنو تقول الخبر الصحيح من أنت؟ في مثل هالحالات وهالقضايا إحنا اللي عنده سوشال ميديا اللي عنده حساب اللي عنده منصة أنت لك حق تترحم عليهم لك حق تقول الله يصبرها ليهم إن شاء الله ومثواهم الجنة والله يتقبلهم شهداء إيه وما ندر يعني إلا أن نحنا ننطر رد الجهات الرسمية غيرها اسكت يا أخي وبالمقابل يعني هنبع أطلعوا ناس من العراق لا إحنا ما نسوي جديد لا لا فيكم الزين وفيكم الشي ما أقول كلكم مزينين ولا أقول كلكم زينين لكن البلد غير آمن وهذا واقع أنت تقررون فيه مو طعنا فيكم البلد غير آمن انتهى الموضوع فلا حد يلتمس عذر ويقول لهم وفي ناس عاندوا مو شغلك بالختام أتمنى ما حديد فلسف ويصير المحقق كونن على راسنا وهو أصلا ما لصفه بهالشي والواجب علينا فيها الحالة انت رحم عليهم والله يجعلهم وتقبلهم شوهداء ويصبر أهاليهم ترى أهاليهم الحين في فاجعة الموضوع صار بيوم وليلة وناس وكويتيين وعيال حمايل الله يرحمهم إن شاء الله فيحتاجون دعاء يطمن قلوبهم بس وبالختام أنا الربع يقول لي إن هذا اللي يتكلم يعني مشهور في اسم نواف هل تعلم أحب أقول لك يا نواف هل تعلم إننا نعلم إنك لا تعلم وهل تعلم إن في جهات متخصصة في نقل الخبر الصحيح وأكيد أحد هذه الجهات مو أنت نحن باغون هنا نحن باغون هنا هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا نحن باغون هنا